بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا في الحلقة الماضية أن الخطاب الإسلامي الثقافي ليس خطابا استفزازيا ولا خطابا إذلاليا للآخر ولا إسقاطيا للآخر وإنما خطاب الغرض منه وإقناع الآخر وهدايته وذكرنا أن هذا الخطاب له أطر من تلك الأطر أن هذا الخطاب يستثير العقل والفطرة والعاطفة وأيضا أن هذا الخطاب يخترق الزمان والمكان فلا ينحصر في زمان ومكان حتى إذا كان الطرف المقابل الذي يتم الحوار معه وتوجيه الخطاب إليه معاندا لا ننظر إلى هذا الخطاب بأنه موجه فقط لهذا المعاند فنقول إنه لا تأثير له وإنما ننظر إلى أن هذا الخطاب سيخترق المكان والزمان سيصل إلى أجيال أخرى سيصل إلى ناس آخرين سيصل إلى أمكنة أخرى إلى أزمنة أخرى نراعي في هذا الخطاب التأثير لتلك الأزمنة الأخرى والأمكنة الأخرى والأجيال والأشخاص الآخرين وذكرنا أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء خاطب الجيش الذي جاء لقتله وقتل أنصاره ووعظهم وتكلم معهم مع أنه كان يعلم أن أكثرهم معاندين لماذا كان يعلم أنه إذا طلب الماء لا يستجيبون له ومع ذلك طلب الماء البعض يأتي ويشكك في أصل القضية ويقول أن هذا النوع من الخطاب لا يناسب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كيف الإمام الحسين الإمام الحسين مع الحالة من العباء التي كان يحملها يطلب الماء من أعدائه له أو لأطفاله الجواب على ذلك أنه بقطع النظر عن الأجوبة التي تقال بأن طلب الماء عند العرب في ذلك الزمان لم يكن عيبا ولا ذلة فيه وقطع النظر عن هذه الأجوبة نقول أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في نهضته تجسدت جميع أنواع الكمالات وجميع أنواع القيم فإباء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تجسد في رفضه بيعة يزيد وفي رفضه الاستسلام وفي اقتحامه المعركة مع علمه بأنه سيقتل لأن جيش أقل من مائة شخص يقابل جيش متشكل ومتكون من أكثر من ثلاثين ألف وفي بعض الروايات سبعين ألف يعني حسب الظاهر وحسب المعادلة العسكرية هناك خسارة واضحة من الجهة العسكرية في هذه المعركة ومع ذلك أقدم على هذا الأمر لأنه كان يمتلك حالة الإباء وتنفيذ لرغبة الله سبحانه وتعالى فقضية عاشوراء جسدت الإباء ولكن في الوقت نفسه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يريد لخطابه أن يصل ويخترق حجب الزمان والمكان فطلبوا الماء منهم صحيح يعلم أنهم معاندون ويعلم أنهم لا يستجيبون لطلبه ولكن مع ذلك طلب منهم لأنه يعلم أن هذا الطلب سيؤرخ سيكتب وكتابة وكتابة هذا الطلب وكتابة اللؤم التي كان في المعسكر الآخر سيصل إلى الأجيال اللاحقة فكثير من الحقائق الموجودة في هذه النهضة المباركة ستكتشف لهم ستتضح لهم لأن كثير من المعارك حدثت لأنها لم يكن فيها قضايا متميزة لم تدون تلك القضايا وماتت تلك المعارك بموت ومقتل الطرفين الذين تقاتل ولكن في قضية كارولا لأنه تجسدت كثير من الحقائق تجسد العقل تجسدت العاطفة تجسدت الفطرة تجسد القيم التي يحملها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأنصاره تجسدت اللؤم والخبث التي كانت في جيش يزيد بن معاوية وجيش عبيد الله بن زياد فخطابه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينبغي أن ننظر إليه أنه كان يقصد أن يوصل هذا الخطاب إلى الأجيال اللاحقة لكي تتبين الجوانب في هذه النهضة جانب المأساة وكي البعد العاطفي أيضا يتركز في هذه النهضة إضافة إلى البعد العقلاني والبعد الفطري ولذا نحن مثلا نشاهد أن الأبعاد أبعاد مختلفة من الكمالات تجسدت في النهضة الحسينية مثلا كمثال على ذلك نجد أن العباس عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى الماء واغترف غرفة من الماء ليشرب وهو في شدة العطش هنا تذكر عطش الحسين وتذكر عطش الأطفال فألقى الماء على الماء هنا تجسدت حالة الإيثار وهذه القضية حينما تذكر الفكرة السامية وهي الإيثار وهي فكرة قرآنية من الفضائل ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة تجسدت هذه الفكرة وهذه القيمة من القيم المهمة الأخلاقية في عمل العباس عليه الصلاة والسلام نفس القضية حدثت عندما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اخترق جيش الأعداء ووصل إلى الماء فاغترف غرفة من الماء ليشرب هنا أحد الأشخاص قال للإمام عليه الصلاة والسلام كيف تلتذ بشرب الماء وقد انتهك حريمك حجم الأعداء على خيامك فهنا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ألقى الماء على الماء ورجع مسرعا البعض يتساءل كيف العباس عندما تذكر العطش ألقى الماء وحمل الماء إلى معسكر الحسين عليه الصلاة والسلام ولكن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهو معصوم ولا يتعرض للنسيان اغترف غرفة من الماء ليشرب ألم يتذكر أو ألم يكن في باله عطش مثلا الأطفال الجواب على ذلك أنه ليس بالضرورة في كل قضية تتكرر نفس القيمة العليا التي كانت في قضية أخرى يراد في قضية العباس عليه الصلاة والسلام بيان أهمية الإثار ولكن في قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واغترافه من الماء يراد بيان أهمية الغيرة لأن الإنسان الغيور حتى بمقدار عشر الثانية أو حتى بمقدار ثانية واحدة يشرب الماء ثم ينطلق حتى بهذا المقدار لا يؤخر دفاعه عن عرضه فالمقصود أنه الكمالات تجسدت في هذه النهضة البباركة في كل زاوية من زواياها تجسيد لبعض القيم الإلهية فجمعت هذه النهضة جميع القيم الإلهية السامية فخطاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كذلك كان يريد من الخطاب ليس فقط هؤلاء وإن كان لعله يكون إتمام الحجة لهم أو إذا كان هناك بعض المغترين القليلين جدا يؤثر فيهم هذا الخطاب وبالفعل أثرة في البعض منهم في بعض المقاتل أن ثلاثين شخص من أصحاب عمر بن سعد في جيش يزيد انفصلوا من هذا الجيش والتحقوا إلى جيش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليس الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه فقط وإنما ثلاثون شخص آخر أيضا فهذا من فوائد الخطاب إضافة إلى ذلك أنه اختراق حاجب الزمان أو المكان لكن مع الأسف نشاهد الآن كثير من الذين يعتبرون أنفسهم من الدعاة وكثير من الأشخاص الذين يريدون أن ينشروا قيم الإسلام سواء في المجتمعات الإسلامية أو لهداية المجتمعات غير الإسلامية نجد أن خطابهم يفتقد إلى جانب الإقناع ويفتقد إلى الغرض من الهداية وإنما خطاب استعلاء بحت وإنما خطاب استفزاز بحت نسو هذه الآية التي تقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين حينما يتوجه مثلا إلى المسلمين إلى المجتمعات الإسلامية يخاطبهم بخطاب أنهم جهل أنهم لا يفهمون أنهم غير واعين وإنما الواعي هو فقط أو حركته فقط لعل هذا الكلام له واقع كثير من الناس وعيهم قليل أو الجهل المستشري أو الثقافة ضعيفة أو الأمية مستشرية ولعله صحيح أن هذا الشخص المتكلم له شيء من الفهم والعلم وما إلى ذلك ولكن هذا النوع من الخطاب الاستعلاء أنه أنا الأفهم وأنتم الذين لا تفهمون أنا العالم وأنتم الجهلة نحن المثقفون وأنتم الغافلون وما إلى ذلك هذا النوع من الخطاب من أسباب عدم تأثير كثير من الحركات الإسلامية في المجتمع لأنها تستفز المجتمع والمجتمع يرفضها ومن أسباب أن كثير من المتكلمين والدعاة كلامهم فقد تأثيره في الناس لأن الناس ينظرون إلى هذا الشخص كأنه مغرور وكأنه مستعلي عليهم فيغلقون أسماعهم عن الاستماع إلى كلام هذا الشخص الخطاب الإسلامي يستثير العقل الفطرة العاطفة يريد يريد اختراق حاجب الزمان والمكان ليس فيه حالة استعلائية ولو هو كلام فيه علوم لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه ولكن ليس فيه استعلاء وإنما محاولة إقناع الآخر بالحكمة وبالموعظة الحسنة نحن إذا راجعنا القرآن الكريم مثلا نجد القرآن الكريم حينما يبين الأحكام وكما ذكرنا في بعض الحلقات يذكر علل تلك الأحكام الرسول ذكر علل الأحكام ألا إما ذكروا علل الأحكام طبعا أنت كمتدين يمكن أن يقال لك خلص هذه رغبة الله سبحانه وتعالى أو بتعبير أصح هذه إرادة الله سبحانه وتعالى وأنت ينبغي عليك أن تنفذ إرادة الله هذا النوع من الكلام وهذا النوع من الخطاب أعلى مستوى من أكثر الناس لأن أكثر الناس ليس مستوى دينهم ومستوى عقلهم ومستوى فهمهم إلى هذا المستوى بحيث أنه يسلمون لإرادة الله سبحانه وتعالى إرادة تامة وتسليم مطلق هذا الكلام هو سليم أنه هذه هي إرادة الله وأنت ينبغي عليك أن تنفذ إرادة الله سبحانه وتعالى ولكن هذا النوع من الكلام لا يفيد شريحة كبيرة من المجتمع لأن شريحة كبيرة من المجتمع أو أكثر الناس مستواهم أدنى من أن يفهموا هذا الأمر أن يسلموا لله سبحانه وتعالى أكثر الناس حتى كثير من المتدينين ليسوا بهذا المقدار من التسليم لأن الإيمان درجات ودرجات الإيمان تختلف من شخص إلى شخص آخر أدنى الدرجات الشهادتين الإنسان إذا تشهد الشهادتين دخل في الإيمان الإيمان بالمعنى العام يعني الإسلام ثم هذه الدرجات ترتقي وترتقي وترتقي إلى أن تصل إلى درجة التسليم المطلق لإرادة الله سبحانه وتعالى بدون شعور بأي نوع من الحرج في تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى لكن أكثر الناس لم يصلوا ولن يصلوا إلى هذا المستوى فلذا لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يريد لهم الخير لا يرضى لهم الكفر يرضى لهم الإيمان لذا سحل لهم إذا مستواه ليس بهذا المستوى الرفيق الذي وصل إليه الأنبياء والأئمة وبعض القليل من الأولياء مستوى التسليم المطلق لإرادة الله سبحانه وتعالى فلا يترك وشأنه يقال أنه أطع الله إذا ما أطعت لك نار جهنم سواء فهمت أو لم تفهم اقتنعت أو لم تقتنع الله الله عز وجل سحل الأمر ولذا ذكر العلل للأحكام ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يستقبل الأسئلة التي يسأل بها عن سبب كثير من الأحكام الشرعية وكان يبين للمسلمين سبب تلك الأحكام وكما ذكرنا أنه الإنسان الذي وصل إلى قمة الإيمان لا يحتاج إلى أن يعرف السبب ولكن بما أن أكثر الناس لا يصلون إلى تلك المرتبة ولن يصلوا إلى تلك المرتبة فالله سبحانه وتعالى من لطفه لهم مهد لهم طريق الاقتناء لأن الإنسان إذا عرف عرف فائدة شيء فإنه يسهل عليه أن يقتنع بذلك الشيء ومن ثم هذه القناعة تظهر على جوارحه وعلى أعماله وكذلك نحن نشاهد في حوارات وإحتجاجات الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا الأمر بشكل واضح جدا المرحوم الطبرسي رضوان الله تعالى عليه له كتاب الاحتجاج وهذا الكتاب جمع فيه احتجاجات الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام نحن إذا بدقة طالعنا هذا الكتاب وهذا كتاب جدا قيم على رغم أن الطبرسي رضوان الله تعالى عليه لم يذكر الأسناد في الروايات التي نقلها لأنه في مسائل الاحتجاج لا حاجة للسند وإنما الحاجة إلى المضمون وإلى الكلام لأنه في الأمور خاصة الأمور العقلية يحتاج إلى إعمال العقل ولسنا بحاجة إلى السند إذا الإنسان طالع هذا الكتاب يجد المستوى الراقي من الاحتجاج ومن الكلام وكثير من هذه الاحتجاجات كانت تنتهي باقتناع الطرف الآخر وإيمانه أو تصديقه بالكلام وحتى إذا الطرف الآخر لم يقتنعه إن هذا الكلام نقل وصل إلينا وإلى غيرنا من الأجيال السابقة وسيصل إلى الأجيال اللاحقة والكثير سيستفيد من هذا الكلام إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نواصل هذا البحث بضرب مثال آخر هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى نور الهدى بروائع الكلمات تسكن نفوس 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 تسكن نفوس